لكن خلينا نبدأ بأهم العنوين وعنوين تريند النهاردة بالتأكيد فيها تفاصيل كتيرة لكن على طول نروح لعنوين التريند في تريند الأهلي الفريل الأول يختتم تدريباته لمواجهة الترسانة في التريند المحلي مايار شريف تصنع التاريخ في رونالد جاروس في التريند العالمي ليفربولي واصل انطلاقته في الدوري الإنجليزي بالتأكيد فيه مباريات مصيرة في اليوم واستكمالا طبعا للجولة للتلاتين من الدور العام وطبعا خلاص الدوري الحمد لله حسن بشكل رسمه النادي الأهل البطل للدرع رقم 42 لكن النهاردة فيه مباريات لعلاقة سواء في صراع المركز التاني أو حتى في صراع البقاء في الدوري بالنسبة للمرحلة القادمة مباراة المؤولين ونادي إفسي مصر طبعا انطلقت في حدود الساعة الثالثة عصرا والمباراة 6-0 نتيجة كبيرة جدا لفريق المؤولين عرب أمام نادي مصر كانت لها كمان هدف سابع مباراة مصيرة جدا لكن يبدو للمؤولين عرب بقيارة عماد النحاس داخل بشكل قوي في المنافسة على المركز التاني مع الزمالك وبرامت انبيو المقصة الساعة خمسة ونصف برامت والاتحاد الساعة تمانية لكن في المباراة الأوروبية والدوريات الأوروبية النهاردة في مباراتين في الدوري الأسباني ريال سوسيداد مع فالنسيا الساعة 7 وختافي مع ريال بيتيس الساعة 9.5 الدوريات الأوروبية بدأت وعجلة المباراة بدأت في أوروبا لكن طبعا في مصر خلاص احنا في المرحلة الأخيرة في نهاية الدوري المصري أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل فقر الترند الترند لأن النهاردة عندنا كلام كبيري قوي على بنت الأهل ميار شريف وتفاصيل مهمة جدا على هذا الإنجاز الطيب والعظيم اللي في النهاية بالتأكيد بيشرف الرياضة المصرية